حسب عدة مصادر مقربة من الجامعة الملكية المغربية وليد أرقراجي مدرب المنتخب المغربي بعد فشله في كأس أمم إفريقيا سوف يقوم بعدة تغييرات على مستوى تشكيلة المنتخب المغربي وفي هذا الفيديو سأعطيكم أفضل وأقوى تشكيلة لإنقاذ وليد أرقراجي ضد ممتخب موريطانيا وأنغولا قبل ما خليكم مع الفيديو لا تنسوا لايك الفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلكم جديد المنتخب المغربي والكورة المغربي نبدأ بحراسة المرمى بطبيعة الحال يكون ياسين بونو حارس مرمى اليلال السعودي وأفضل حارس في إفريقيا وده ندوز الخط الدفاع ونبدأ بقلوب الدفاع سنختار تنائية نيف أقراد لاعب ويشتام يونيتد الإنجليزي وشادي رياض لاعب رياض بيتيس الإسباني علما أن نيف أقراد حاليا يدوز فترة صعبة مع الفريق دياله ولكن لا نكره بأنه يبقى أفضل مدافع مغربي حاليا أما بالنسبة للأظهر ونبدأ بضائر أيمن بطبيعة الحال سيكون أشرف حاكيمي لاعب باريسان جرمان أو الفرنسي بدون أي منافسة وضائر أيسر سنختار أدام مصينا لاعب تورينو الإيطالي الذي تعتبر أفضل خيار حاليا في هذا المركز بعد ما تمنا خط الدفاع وندوز الخط وسط الميدان كما تعرفوا كامل وليت الرجل يلعب وسط ميدان دفاعي الذي يعتمد على إرتكازه ولكن الفرنسي كما تعرفوا كامل خاصة وسط ميدان هجومي الذي يبنيه ويصنع أهداف وأنا في هذه الشكلة سأعتمد على وسط ميدان هجومي الذي تكون من محورين والصانع الألعاب بالنسبة محورين وسط الميدان سأعتمد على تنائية عزدين أوناحي لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي وإسماعيل سيباري لاعب بي اس في اندوفن الولندي بثاف الناس سيقولون بأن أوناحي لا يقدم مستويات كبيرة مع الفريق دياله ولكن الرائم الذي يكون مع المنتخب يقدم مستويات كبيرة أما بالنسبة للصانع الألعاب سأعتمد على أمين حارث لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي اللي حاليا عنده فورمة كبيرة وكنتمنى الرجل يلاعبوا في المركز دياله اللي هو صانع الألعاب وغادي يتشوفوا أقوى نصخة الأمين حارث مع الممتخب المغريبي وبعد ما كمنا خط وسط الميدان ندوس الخط الهجوم اللي هنا فيه كتكمل قوة الممتخب المغريبي ونبدأوا بالأجنحة على مش سوى جناح أيصر سنختار أمين عدلي لاعب باير ليفركوزن الألماني أما بالنسبة للجناح أيمن في ضل غياب حاكيم زياش بسبب الإصابة كنت نظن بأن وليد أرقرقي غالباً سيعتمد على إبراهيم دياس لاعب ريال مادريد الإسباني كبديل لحاكيم زياش أما بالنسبة للرأس حربة تشكيلة ديانا بدون منافسة هو أيوب القعبي لعب أولمبيكوس اليوناني هذه الاختيارات تبقى حسب الرأي الشخصي دياني وما تنسوش حسنتم تشاركونا الأراءات الشخصية ديانكم ودمتم في خير الله